بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الداخلية أن راية الوطن ستبقى خفاقة تعلن بجلاء أن سيادة الدولة على كامل حدودها أمر لا يقبل التهاون ومن أجله تهون التضحيات لافتا إلى أن حقيقة جسدها تاريخ شعب عظيم قدم على مر العصور أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء واليوم يبهر العالم بعزمه على مواجهة التحديات لدفع مسيرة العمل الوطني بقيادتكم الحكيمة نحو التنمية والتقدم والرخاء كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة